طيب يبقى عندي كورة زي ما اتفقنا كده مثلا الكورة دي لها نص قطر R بيبدأ دايما قنته من الصف وتبدأ تزيد كل ما نص القطر ده زاد يعني اتحرك لبره يبقى ده اتجاه اليونت فيكتور R يبقى اتجاه اليونت فيكتور R ده فيكتور طول واحد طول اليونت فيكتور وطول يمس بتاع واحد واتجاه واتجاه زيادة المتغير زيادة المتغير بتاع طيب في حاجة مهمة جدا طيب انا عندي مثلا في الكارتيزين كورديتا عندي طيب انا عندي في السيلندليكال رو وفي وزدي بقى انا عندي ثلاثة يونت فيكتور لو انا عندي في الكارتيزين كوردينات R وثيتا وفي بقى انا برضو عندي ثلاثة يونت فيكتور يبقى كل سيستم منه في ثلاثة يونت فيكتور يعبروا عن الثلاثة ايه برامتر اللي عندي طيب احنا اتفقنا مثلا على سبيل المثال انه الرو فهو عبارة عن اتجاه زيادة نص قطر الاستوامة صحي كده فنفتقد مثلا عندي اسطوامة نص قطرها رو بالمنزر ده هو طبعا عندي اسطوام نص قطرها رو اده احتفقنا محور X تمام وده نص قطر الاستوامة اللي هو رو فيبقى ده اسمه رو يونت فيكتور ده اتجاه لنونت فيكتور رو طب فين الفاي اتفقنا الفاي فين الفاي بقسها زاوية بقسها بين X صحي كده وبين رو اتفقنا عرفنا الفاي على انها كده طب الفاي دي بتزيد ازاي لو الرو ده كان منطبق على X يقضي الف کده يلف كده يلف كده تمام يبقى الفاي بتروح من صفه وغتل ثلاثة يبقى ااكن الفاي ده بتزيد كل ما الرو بعيد عن ejemplo تمام طيب اعلني فن اليونت فيكتور رو لازم اليونت فيكتور permanently فيكتور في ال폰 لازم اتجاهه بيعبر عنCom الزيادة الفاي ينبقى روح أبسمه بالمنزر ده كده اروح أقول ده ابتجاه اليونت فيكتورya شو Tribal رصامته ازاي؟ يسمته عامودي عن الرو واتجاهه بيعبر عن اتجاه اليونت فيكتور ايه عن زيادة الفاي عن زيادة ايه الفاي طب فيه اليونت فيكتور زد طب ما الزد بيزد كده يبقى ده اتجاه اليونت فيكتور زد الينا نلحظة بقى ان رو عمودي على الفاي عمودي على الزد زي ما كان الاكس عمودي على الواي عمودي على الزد نفس الكلام الرو عمودي على الفاي عمودي على الزد يبقى الاحداثيات دي الكارتزية نوع من انواع الاحداثات اللي بنسميها ارثو نورمل يبقى انا عندي حاجة اسمها orthonormal coordinate. orthonormal coordinate يعني احداسيات البرامترز بتاعتها متعمدة على بعضها. اليونت فيكتورز متعمدة على بعضها. تمام. التلات انواع بقى عندي اللي هو سواء كان كارتزيان او سينجيرا او سفيريكال لازم هما orthonormal. orthonormal يعني التلاتة متعمدين على ايه? متعمدين على بعضها. طب واحد يقول لي احنا نتعلم ما الاحداثة هي دايما احداسياتها او الانافية بتاعتها متعمدة على بعضها لأنها بتسهل الحل بتسهل بإيه؟ بتسهل الحل الحاجة التانية اللي احنا عايزين نعرفها طبعاً لما أجي أعرف أي سطح لازم أعرفه بمتغير ثابت عليه يعني إيه؟ يعني مثلاً يكون عندي مثلاً مربع والمربع ده موجود في الإحداثيات X و Y حد كده يقول لما أتحرك على المربع قيمة X بتتغير وقيمة Y بتتغير طب قيمة Z أو والله الزد دي سابتة على السطح زد ما لها يا جماعة زابتة على السطح يعني إيه بالذكر في gewيدقة أنا تعرف الشيطة سبتة لذكر يقول هذا المخروط أو Z مسبواoll A Z مسبوا يساوي صف أو Z يساوي 20 يعني إعلام هذا المفيد وقيمة Z عن نفس الطريقة عارف المخروط؟ فقيمة Z مسعجزة طبعاً قيمة Z مختلفة سأ supportive P اي خط او نقطة على السطح هنا بينها وبالمحور زد زاوية مالها ثابتة وبالتالي بقول السطح ده سيتا تساوي كونستانت يعني ايه سيتا تساوي ثلاثين سيتا تساوي ثلاثين يعني سطح مخروط بين المحور او خط اي خط في السطح بتاعه وبين مين وبين محور زد زاوية ثلاثين او ستين او هكذا تمام وهكذا ايه سطح سطوانة خارجية بالمنظر ده كده ها مين السطح ده اميزه باي برامتر الشاطر يقول بقى هو السطح ده تمام انا وقت حركت على اي نقطة عليه من السابت من الرو ولا الفاي ولا الزد حد يرد كده يقولك اه الرو هو اللي سابت كل ما بتحرك على نقطة السطح دي الرو هو اللي سابت بصوا كده خط من صفر خمس اي نقطة على سطح تتبع الاستوانة قطرة خمسة يعني روب خمس يبقى سطح الايه الاستوانة بنسميه روي ساوي كونستانت تمام نفس الكلام سطح الكورة نفس الكلام سطح الايه الكورة اقولك ار يساوي كونستانت تمام يبقى تاني اي سطح دايما بيميزه بسابت متغير او متغير سابت ايه كنتو سابت جدا تعرفوا الحالات دي يا شباب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة